أول حاجة أكيد تسألهم على رأسكم كتقولوا لماذا سنتبرع بالدم ولماذا سنتبرع بالدم كما جاء في الدليل وزارة الصحة عبارة عند ورقة فيها 4 صفحات وكتشرح فيها بشكل تفصيلي تبرع بالدم فأول حاجة هو لإنقاذ البشرية ولأن التضامن هو واجب ديني وإنساني وكذلك هو مفيد بالصحة دينا فمن بين الفوائد من التبرع بالدم فهو زيادة من نشاط نخاع العظمي لإنتاج دم جديد كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية وكذلك التبرع بالدم يعني ينبه خلايا النخاع يعني مركز تكوين الدم لتعويض خلايا الدم بخلايا جديدة لها قدرة وظيفية أفضل بمعنى يعني المعمل دي الدم اللي هو النخاع العظمي كما كتعرفوه أو الناس اللي ما كتعرفشوا بالنسبة للدم كيفاش كتكون فهو الدم يعني الداخل في العظام دينا كان واحد المعمل اسمتون نخاع العظمي فهذا كوالي كيكون الدم وكيفرقوا على الدورة الدموية وكيفقوا يدور في القلب يدخل في القلب وبعد يعني يكيفقوا يدور في الجسم كامل يعني المعمل دي الدم لما كتبرع بالدم فكينشط ويعاود يخدم من جديد وكينشئ خلايا دموية جديدة وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية بمعنى الدورة الدموية كتتعويض تنشط من جديد كما كتعرفو الدورة الدموية الانسان الأغلبية فينا يعني الدورة الدموية لا تتخدم ولا تتوصل الدم 100% لجسدنا بين الأشياء التي يجعلون أن الدم يوصل إلى جسمنا كامل وأن الدورة الدموية التحرك بشكل أفضل هي التبرع بالدم وكذلك الجري أو المشي فالتبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمرار القلب وانسداد الشرايين بمعنى الحديد عندما يكون لدينا في الدم يعني يكسب لنا واحد المشكل وهو الله يحفظ يعني أنسداد الشرايين لما يكون لنا الحديد في الدم بزاف ولكن لما كانت تبرع بالدم يعني يقل النسبة للحديد في الدم وكذلك تبتد دراسة أن اللي كتبرعوا بالدم ديالهم المرة واحدة في السنة يعني أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وكذلك سرطان الدم وكذلك الإتمئنان على الصحة ديالناء فكل متبرع بالدم يعني يخدع الواحد الفحص طبي طبعا يعني مجاني والجسم دياله يعني فحص معملي دقيق على الدم دياله كذلك تبتد تجارب كذلك أن التبرع بالدم يعني يقلل من الإصابة بأمراض القلب ومن بين الثوائد ديال الدم كذلك هو أنه الواجب الإنساني والديني كذلك يعني مساعدة الآخرين بالتبرع بالدم فهو يعني كيجعل واحد المحب بين الناس واحد الأخوة واحد روح تضامن بنتنا فلما كتبرع أول حاجة فصدقوني والله العظيم لا كتبدلوا كتجعل رأسكم يعني كيجعل رأسكم فخور بكم لأن يعني كتعملوا واحد أول حاجة صداقة جارية ثاني حاجة كتكون يعني ساعدتي واحد الآخر بأمس الحاجة الذي رأها فيك يعني الحاجة ما كتتبعش وهذه الحاجة هذي كما نقول ما كتتصنعش ما غيرت تلقاش في بلاسة مغيرك انتا تلقاها في الجسم ديالك طبعا خصك تبرع بها الله سبحانه وتعالى عطاهلك يعني ما كتشريهاش شنو غيرت تخصر للمشي تبرعتي وركت حي واحد الروح وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم فلك أن تتخيل كم هو يعني الحجم ديال الأجر والتواب الذي سيجزيك به الله سبحانه وتعالى أخي المتبرع وأختي المتبرعة فقد نصحكم أنكم تمشيوا وتبرعوا بالدم رخوتنا محتاجين بقطرة واحدة للدم صور معي الإنسان كيوصل أنه كيموت ملقش الدم ملقش الفاصيلة دياله ولا أصلا ملقش الدم بزف ما المفروض أننا نكون ثلاثة في المئة من سكان المغرب يمشيوا وتبرعوا بشكل منظم وكذلك يمشيوا على الأقل جوجد المرات حتى ثلاثة مرات في السنة ولكن المتبرع الرجل يمكن أن يتبرع أربع مرات في السنة حتى الخمسة فيما المرأة لا تحتاج المرات ثلاثة ثلاثة في السنة بالنسبة للمرأة حاليا كيموت أقل من واحدة في المئة التي يتبرعه يعني 0.8 بالضبط هم الناس الذين يتبرعوا بدم وبالنسبة للمدين الطنجة والنواحي يعني يحتاجها ما بين 50 و 60 متبرع في اليوم يعني 50 متبرع في اليوم فخلال هذه السنة الماضية مدين الطنجة جمعات ما بين 13 و 14 ألف كيس من الدم وكذلك البلاكيت البلاكيت هم البلازما يعني الدم الأبيض الذي يوقف النزيف هم المعتاد يمكن أن يكون هذا العدد هذا ما بين 13 و 14 ألف يمكن أن يكون ضوبل تلك المرات فالنواح الذين يتبرعون حاليا كثيرا 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 يعني ما بين 10 إلى 15 إلى 24 واحد المكسيما وكيفوته 30 واحد ما ستخسر؟ تذهب وستنى واحد من الساعة ساعة المقاناقاع ولكن عندك لديك أجر كبير ثاني شيء يعني كنت تطمن على الصحة للك فما بين 4 إلى 5 ديال التحاليل التي تقدم لكم وهما السنف الدموي للك لا تعرف ما من فاصلة الدم عندك الله أحبظي لو قعت لك شيء يعني ستعرف ما من الدم عندك بعدها يعملون لك فهذه بعدها بوحدها ستكشي تعملها في لابوراتور ستضعها ما بين 100 إلى 120 درهم وهذه كتبع لك يعني فابور ثاني شيء كشف المضادات الكريات الحمر كشف حالة الدم كشف مرض فقدان المناعة المكتسبة الله ينجينا ونجيكم يعني الصدى كشف مرض الكبيد B و C يعني B و C كذلك كشف مرض زهري وقياس الأنزيمات الكبيدية يعني تبارك الله ماذا تحليلها؟ تعدلها فابور يعني ما بين 250 إلى 300 درهم في التحاليل تعدلها فابور يعني ما تخلصوا على هذا الشيء ما تخلصوا على أحد الدرهم أول شيء تقوم بتحليلها وكما قد لكم تعملوا أجر الذي كبير بزاف وكتنقضوا أرواح الناس وصداقة التي هي جارية عندما تشد تبرع تأتيك واحدة الكارطة فيها الفاصيلة الدم وكذلك تبرع وإذا كنت خرجوا واحدة الورقة مطبوعة يعني الورقة من المركز تحقون الدم فيه تحاليل تأتيك واحدة الورقة فيها يعني يعني يخسروا عليه أكثر من 360 درهم على حسب مشرحولي مفتصين السيم محمد معاد في المركز تحقون الدم وكذلك الدكتور العثماني كان شكرهم بثير على هذه المعلومات القيمة التي أغنونا بها الدم عندما تبرع بالدم يعني أقل من 24 ساعة يؤديك الدم كامل وقد تجدد الخلايا الدموية والجسم وقد تحسس راحة فصدقوني قسما بالله العظيم عندما كان تبرع بالدم يعني يعني أرجع أحد أخر أحد الثقة الإيجابية فيها ما شيء عادية يعني نكون مرتاحا وصدقوني وقد تجربوا هذه المسألة وقد تمنى أن تتعلموا في كومنتر الناس الذين يتبرعون يتبرعون ويردون لي أخبار كما نقول وبالنسبة للناس يقولون تبرع بالدم وماذا نتبرع بالدم ونحن فاطرين ونحن لا فاطرين فهنا لا يوجد مشكلة ونحن فطروا مع رأسكم لا تفطروا بالأشياء التي فيهم فطروا بشكل خفيف ونحن فطروا بالدم وعندما تسعليهم فطروا بالدم سوف تجربوا في المراكز يعني أنه العاصر العاصر المعلب وكذلك ستجربوا بعض الحلويات التي ستأكلون بسكويت سأعجبكم بعض السكريات وعندما تتبعون ونحن فطروا ونحن فقط لا يستغرق الوقت يعني أنا أذهب بعدها نساعة في حالة عامة أذهب ونحن نجد الفلا ونحن نجد الطبيب ونحن ندخل عنه وكيف حصله ونسجل المعلومات ونحن نكتبع ونحن نكتبع أي شخصك ستجربوا بصراحة وماذا تبدأ وماذا تدخن وماذا تستعمل وماذا تتمكن وماذا تجربوا بصراحة لا تتقلب عليه ونحن نجد شيئ فالصالح وكذلك والصالح والمريض ثاني فالتأخذ تدخل القاعة تبقى مسترخة الممرضة يأخذون من الدم يأخذونه من هنا أو من هنا من العرق وهو كيبان لديهم تقنية كيف يستخرج الدم منك المدة التبرع تأخذ ما بين 7 إلى 10 دقائق تسترح الدم لا تشعر بها لا تشعر بها تبقى مسترخة بعدها تسالي ومشي في حالاتك في الصالح وكذلك في الصالح المريض الذي استنات القطرة الدم شكرا لكم و السلام عليكم